أهلا وسهلا فيكم من جديد انضمت لنا هلأ رولا نمري هي متخصصة بيئة تطريز تطريز الأثواب بريل المطبخ مفارش السفرة الحلوة أهلا وسهلا فيك رولا نورتينا شو هالأشياء الحلوة اللي جايبتيها معاك حلاها حبيبتي أنا أول شي بصبح عليكم على مشاهديننا ومتابعيننا وتخصصي تصميم أزياد تراثية كان هذا الخط الأول إلي بعدين طورت الشغل أكتر لقيت أنه التطريز لازم يدخل بكل مجال حياتنا لأنه هذا تراثنا هويتنا عروبتنا تراث أجدادنا فإحنا منكمل المسيرة فيها سلام عليكم فدخلت التطريز في الأكسسوارات والكوشينز والديكورات للبيت عملت منهم مريي للمطبخ طبعا شكرا على فكرة مريي للمطبخ جايبت جنن رائع إسلامية إسلامية تير حق الشغل أقول لك زوء مريي للمطبخ بعدين عملنا للصواني لفنجان القهوة يا سلام نحط هذا عصنية نحط بتضيفي فيها ضيوف قوليلي هذا إيتمين صح؟ لا هلأ في تطريز على الإيتمين اللي هو هات هذا إيتمين هذا إيتمين اللي هي القطبة اللي زي الأكس هاي صح؟ بزا أه حلوة يعني هذي طبعا هي لوحة بعدين إحنا منبروزها صح وبتنحط بغرفة الخطرة ورجيهم إليها بليز ورجيهم إليها منيح مثل هيك شوف أدي حلوة ذكروا إحنا في المدرسة وبدنا نشتغل عليه وإنا مزابت هي أجديد رجعت أشغل على فكرة كنا نسميها الكنفة كنفة كنفة أه بعدين عملنا للصواني مثل هي كتير حلو كتير حلو كتير حلو عاملة مرييل بيت تطريز الفلاحي شوفوا ما أحلاهم بس خلاص لأدول ما بروحوا محا هذول العلو راح راح سابك يلا ورجينا إليها شوفوا شو حلو هاي لحظة لا لا لحظة خليكي محلك شوفي شوفي أديه حلو جمال شوفوا أديه فكرته بسيطة بسيطة جدا يعني ولا إشي ما أحلا راح راح شوي قاسة علاء علاء وميقسي لني كالسي عملي القم فهش عرق ازياء كمان ممكن نعمله للمساكات وهيك يعني كل شي بختص في المطبخ يعني تير حلو امت بديتي بهذا الشغل رولا أنا تقريبا من الالفين وخمسة آه ماشاء الله هذا عمر يعني سرلك عشرين سنة تقريبا تقريبا آه تير حلو طب ورش لنا مفارش السفرة فيه مفارش كمان نعم عاملة صح هدول تطريز إيش اللي على المفارش تطريز يدوي آه لا فاهمة منطقة معينة لا مش منطقة لا لا مولا منطقة معينة يعني بأشكال إحنا منختار الرسمة مثل هيك شايفين هذا كمان تمام هذا مفارش هذا مفارش لطاولة المطبخ المطبخ فيه كمان مفارش لطاولة السفرة الكبيرة اللي بدينا نشوف لتنعشر شخص بتتسع جايبالنا معيك واحد طب بس خلينا نشوف هذا أول لسنا ما شوفنا منيح سلي الكاميرا تاخده بطريقة حلوة شايف الكاميرا فوقك فأنتي قد ما بتفردي قد ما بتفردي شايفين قدي حلو هلا لقماشة أنت بتختاريها ولا لزبونة أنا ممكن أختارها ممكن كمان لزبونة هلا كمان لزبونة بتشاركني بألوان لأنه هذا بيكون يلبق مع عفش البيت بالضبط بنعد أنا ولزبونة بسألها مثلا شو الألوان اللي بتحبها أول شي وشو لون العفش ومنبلش ننسق فيه فهي الاختيار بيكون بيني وبينها طيب ورجينا مفرش السفرة الطويلة كمان اللي انتي عملت كمان منعمل معهم اللوحات اللي بتنحط كمان بغرفة السفرة كتير حلو طيب بدي أسألك سؤال هلا قد تعمبت ورجينا مفرش السفرة الحلو هذا إفردي لناي نشوفه وبدي أسألك هلا دائما فيه انواع غرز معينة لكل مدينة أو لكل قرية أو لهيك انتي مثلا أي غرز بتستعملي بالعادة ولا بتشكلي ما بين الغرل كل التشكيل كل المناطق بعمل يعني هلأ بالتواب لأ بنختص بالموديل والقطبة معينة لمنطقة القدس منطقة نابلس يعني قطبة القدس غير قطبة نابلس غير قطبة الصلط غير قطبة إربد هيك الرسمة والألوان هي بتختلف بس القطبة واحدة هي اللي هي الغرزة اللي هي الكروس يعني وبعدين احنا منشكل فيها الرسمات شايفين هاي مثلا هاي كتير هاي هذا كبير هذا شرشف طاولة كبيرة هذا تطريز فلاحية على فكرة تطريز فلاحية هاي الوردة هاي الفلاحية هذا كتير حلو انا كتير بحبها هاي شوف قدي حلو طبعا هذا ثلاثة متر في عرض مترين من شاء الله هي صفرة كبيرة اه اه طبعا منعمل أحجام كبيرة وصغيرة منعمل الرنر كمان رنر لبرضو طاولة الصفر نعم رنر للطاولة الأهداء للطرابيزات للممكن كمان ست البيت بي غرفة نوم هاي تحطهم على التواليت عندها اه في نصبح يخو يحطهم او الكومودينات بزر هل في اشتياء تاني جايبتها بتحبي تورجينها اياها قبل ما ننهيها هو هاي رسلت هديك التوب الفلاحي كتير حبيتها هاي 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 هذا توب ايش لا هذا توب عادي اه بشي معي اه لا لا شايفين بس هاي لوحات يعني هي لازم تتبروز هلي هات نشوفها اه ها شوف ادي حلوها كتير حلو كتير انا هلا اكتير عم بحب بصراحة نرجع يعني نحط ببيوتنا هادي التطريز الشعبي نعم نتين عمل زاوية في البيت يعني الواحد بحط محباش بحط صورة زي هاي اكفر بتحسي بتعطي جاب كتير حلو نغض صح صح طيب انتي عندك صفحة انستجرام عندي صفحة انستجرام رولا هاند امبروداري وعلى الفيسبوك ار اند اي هاند امبروداري طضيعة كتير حلو فيه حد بساعدك ولا انتي لحالك لا فيه حدا بساعدني هلأ اول شي انا بلشت لحالي بعدين كبر المشروع صرنا شركة مع المهندس عاليا بو صعيلي بعدين عندي مجموعة صبايا بيستفيدوا بعطيهم بدربهم حلو وبعطيهم شغل يشتغلوا صرنا اندرب ينتجوا يطلعوا مصروف هاي كانت هدف شغلنا شوفي شو حلو لما المشروع يبدأ مشروع فردي وبعدين ويمكن حلم عندك وبعدين يصير مشروع وطني خلينا نقول انتي تدرب من خلال الناس صبايا حتى يكون عندهم مصدر للرزق هو هذا الهدف كان للأساسي بلشت فردي وحبه الحمد لله يعني عندنا مجموعة كبيرة حلو 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 بشتغلوا ببيوتهم بعض السيدات مستطعوا تترك ولادها وستطلع تشتغل بلها حلو حلو فأنا بجيب لهم القطعة عندهم لباب البيت بيعطيهم الخيطان مثل هيك إحنا منستخدم وبقول لهم الرسم الفلانية ببلش لهم فيها وبيكمب فبينتجوا هن قاعدين عم برع ولادهم ويكونوا ببيتهم طب أوليلي أنت بتستقبلي ناس جداد لو حدا هلأ عم بسمع أنا حابب أنه يقوم معاكي ويتعلم ويتدرب ويشتغل طبعا أنا بعطي دورات يعني والله وتقطيهم دورات آآ آآ بعطي دورات تصميم أزياء وتطريز برافو رولا أنا كتير فخورة فيك صراحة وكتير مبسوطة بكل السيدات الأردنيات اللي دايما بيحاولوا أنهم يشتغلوا على حالهم عندهم طموح ويتعلمي نفسك ويتعلمي غيرك ويتعلمي غيرك صنعة كمان حلو أنه يقدر ينتج لأنه الإنسان صراحة مش منتج يعني مش إشي حلو أنا دايما بقول علمني لا تعطيني السمكة علمني الصير يعني هي هاي فأنا هذا الهدف الأساسي وإنك معانا صراحة ويتعلمي فخورين فيك أكيد وكل السيدات الأردنيات اللي دايما بيحاولوا أنهم يشتغلوا على حالهم عندهم طموح عندهم حلم وأيضا برضو بيساعدوا غيرهم أنه كمان يشتغل وصير عندهم مصدر رزق يعطيكي ألف عافية شكرا إليك نورتينا شكرا إلكم كتير وأنا مبسوطة فيكم ومتابعتكم دائما شكرا إلك يعني بتدخلونا البسمة والفرحة دائما في بيوتنا شكرا إلكم شكرا إلك كارولا